أنف مغلق دائما هل عظم أنف معوج؟ ما هي الأعراض التي يمكن أن تحدث بسبب عظام الأنف المعوجة؟ هل هناك حاجة لعملية جراحية لهذا؟ إذا كانت لديك هذه الأسئلة، فسنجد اليوم على هذه الأسئلة يسمى العظم الموجود في مركز الأنف بالحاجز الأنفي هناك نوعان من العظام الصغيرة على الجاند والمحارة المتوسطة والسفلة هناك عظام مجوفة مملؤة بالهواء حول الأنف تسمى الجيوب الأنفية يمكن أن يكون العظم الموجود في منتصف الأنف معوجا قليلا وهذا لا يسبب أي مشكلة ولكن إذا كان هناك المزيد من الأعراض والمزيد من المشاكل فإنه يتحول إلى مرض يسمى الحاجز الأنفي المنحرف ما هي المشاكل التي يمكن أن تسببها الحراف الحاجز الأنفي؟ على الأكثر، يمكن أن يشعر أي شخص بستة مشاكل بسبب عظام ملتوية واحد نقطة الانسداد ماذا يمكن أن يحدث أثر بسبب هذا؟ واحد، سوف يذهب الانتباه إلى الأنف الشخص الطبيعي لا ينتبه أبدا إلى أنفه أو أنفاسه لكن في هذه الحالة، يبدو أن هناك بعض الانسداد في الأنف ضع بعض الأدوية وتناول بعض البخار وسيفتح الأنف اثنان، فإذا استدرت إلى اليمين فستشعر أن الجانب الأيمن من الأنف يغلق إذا استدرت إلى اليسار، فستشعر بالانسداد على الجانب الأيسر ثلاثة نقطة الأنف ستبقى مغلقة سوف تعقس، وسوف تطار إلى أنفس منفك، وسوف يجف حلق كاميراراً وتكراراً أربعة، إذا كنت مصاباً بنسبة باب أو عضوة فيروسية، فسيتم علاجها في غضون من خمسة إلى ستا أيام ولكن إذا كان العظم معوجاً، فقد يستغرق وقتاً طويلاً ويمكن أن يزداد سوءاً في المدة أو الشدة المشكلة الثانية التي يمكن أن تحدث بسبب ديانيس هي تنقيط الأنفي اللاحق ماذا تعني؟ توجد خلايا كأس داخل الجيوب لتحدث انتفاخاً لذلك تتوسع هذه الغدد ويبدأ تكوين المزيد من المخاط هذا الانتفاخ الذي هو أكثر مما يحتاجه الجسم يبدأ هذا الانتفاخ في السقوط في الحلق لذلك أحياناً يكون هذا الانتفاخ محسوساً في مؤخرة الأنف ثم علينا تنظيف الأنف هكذا لذلك ستشعر وكأن شيئاً معالق خلف الأنف في كثير من الأحيان يتم شعور بهذا الانتفاخ في الحلق ثم سنطر إلى تطهير الحلق مثله إذا كان هناك المزيد من الانتفاخ فقط تضطر إلى البسق هكذا ثالثاً عندما ينخفض أكثر يبدأ في التراكم في طريق تنفس أو فوق الحبال الصوتية ثم قبل التحدث يمكن أن يكون تنظيف الحلق أو السعال الخفيف مشكلة لذلك كانت هذه المشكلة ثانية تنقط الأنفي اللاحق يمكن أن تكون المشكلة الثالثة ثقل الرأس بشكل عام هذا لا يسبب الكثير من الصدع لكن يمكن الشعور بثقل الرأس رابعاً انسداد في الأثنين أو ثقل في الأثنين كما هو الحال عندما ننزل في الطائرة نسافر في الهواء أو يتغير بق عندما تغلق الأذان بهذه الطريقة يمكن أن يكون نفس الشعور أيضاً بسبب ديناس لأن الأنف والأذنين متصلان عن طريق أمبوبياستاكيوس لذلك إذا كانت عظام الأنف ملتوية فاقتشعر أيضاً بانسداد الأذنين في كثير من الناس يمكن أن تزيد مشكلة طبلة الأذن كثيراً من ديناس المشكلة الخامسة غالباً ما تكون من خارج الأنف ولكن في معظم الأحيان يمكن رؤية آثار الدم مع الانتفاخ أخيراً قد يكون هناك نقص في الرائحة لذلك بدون هذه المشاكل الست لا تظهر المشكلة السابعة وعادة أول مشكلتين في هذه معظم الناس لديهم هاتين المشكلتين فكيف نؤكد تشخيص ديناس؟ لذلك أولاً وقبل كل شيء عندما تذهب سيقوم طبيبك بفحصك يتم فحص الأنف بواسطة منظار يسمى تنظير الأنف التشخيصي في كثير من الأحيان نحصل أجنع على فحص بأشعة مقاعة اليوم المهي هذين الاختبارين التنظير الأنفي وأصوير المطاعي المحسد هذان الاختباران كافيان لتشخيصنا وتخطيط العلاج الإضافي هل يجب علي إجراء عملية لهذا؟ ليست هناك حاجة للعملية دائماً بشكل عام ليست هناك حاجة لعملية جراحية لانحناء العظم الطبيعي ولكن في حالة ودود الكثير من الأعراض هناك الكثير من المشاكل فهي تحدث مراراً وتقراراً والحاجة إلى الأدوية تتزايد مراراً وتقراراً فإن العملية هي العلاج الوحيد لذلك لأن هذه مشكلة هيكلية لا يمكن تقويم العظام بالأدوية إذا كان هذا العظم معوجاً لفترة طويلة فلماذا تبدأ الأعراض الآن من الأشهر الستة الماضية أو العام؟ إذن هو الجواب على هذا إذا كان العظم معوجاً فهذا يمثل سدن في مجر الهواء العوي هذه عقبة ثابتة في طريق التنفس الجهد المبذول في التنفس يتم إنشاؤه بواسطة الرئتين وليس الأنف لذلك عندما نكون صغاراً تكون قوة صدرنا جيدة وتتغلب بسهولة على هذا الانستاد لكن عندما نكبر بعد 35 عاماً تبدأ قوة الصدر في الانخفاض لذلك ليس الأمر أن العظم أصبح أكثر انحناءاً بل سيبقى العظم في مكانه لكن قوة الصدر تبدأ في الانخفاض مما يؤدي مع تقدم العمر إلى زيادة أعراض هذا عادة ما هي عملية تجميل الحاجز الأنفي وكيف يتم ذلك؟ لذا فإن رأب الحاجز الأنفي هو إجراء جراحي نقوم به لتقويم عظم الأنف ويتم ذلك من خلال منظار داخلي فلا يوجد قطع أو علامة من الخارج في هذه الأيام نتعامل معها من خلال المنظير لذلك يتم ذلك تحت تخدير لا يوجد ألم يدخل المريض المستشفى ليوم واحد يتم إجراء الاختدار الروتيني وفحص التخدير مسبقاً يتم وضع رباط ناعم على جانبي الأنفي لمدة 24 إلى 48 ساعة ويتم إزالته كم يوماً سأكون طبيعياً بعد العملية؟ لذلك بعد العملية يتم الاحتفاظ باحتياطات واحدة فقط أي عدم ممارسة أي تمرين مثل التمرين أو الجين أو الجاري لمدة أسبوعين لا يوجد احتياطات رئيسية أخرى من طبيعي أن يحدث نزيف خفيف جلطات دموية لمدة أسبوع نبدأ بتناول نظام غذائي عادي من نفس اليوم أو في اليوم التال لا تنفخ أنفك بقوة ولا تشم يجب على الأطباء الذين سيعطونك دوائك اتباع القطرات والأدوية العادية لمدة أسبوع تقريباً بشكل عام بعد أسبوع أو عشر أيام نقوم بالتنظيف بالشفط مرة واحدة باستخدام منظر داخلي بحيث يمكن إزالة بعض الجلطات والقشور وبعض الجروح هل يمكن أن ينمو العظم مرة أخرى بعد العملية؟ هذا لم يحدث بمجرد إزالة العظم لا يمكن أن ينمو مرة أخرى لكن من المهم أن تبع في اعتدارك شيئاً واحداً لأن الأنف عضو حيوي إنه لسنفائيين إنه عضو ثبت إنه عضو ديناميكي وظيفة الأنف هي أنه يستجيب للديئة ويستجيب للحساسية والالتهابات والحموضة والهرمونات لذلك سيكون أنه يعمله أحداً أدن لذلك مرة أو مرتين في سنة يصاب الأنف مثل الأشخاص العاديين وهذا يحدث بشكل طبيعي لكن نعم مقارنة بما سبق يجب أن يكون هناك بالتأكيد خفاض في الكثافة والمدة والتكرار وشكراً لكم أصدقاء إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى فلا تتردد في الاتصال بنا على هذا الرقم أو ترك تعليقاً في قسم التعليقات شكراً لك